اشتركوا في القناة فهي الغارات الاسرائيلية على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق واذ خرجت سالما هذه المرة من بين السنة اللهب فانه لا ضمانة لي بان انجو من دبابة تي 72 التي ستشاهدونها قريبا ضمن برامجنا الاخبارية املا بان لا تطلق حمامها نحو الابرياء والاطفال بل ستكون للدفاع عنهم وعن الوطن الذي يضمهم هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي ترحب اليوم بضيف يخصها لاول مرة بالزيارة ضيفنا اليوم هو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاهلا وسهلا بسيادة الرئيس